اشتركوا في القناة الجرس بالضغط عليها لتشاهد كل موات جديدة في عالم المعلومات لنتبدأ على بركة الأول تطبيق الذي اسمه لانسا ديستورتي فهذا التطبيق تستطيع التعديل على صورك بإضافة إلى أشياء جميلة مثلا تأثيرات أو دخان أو حتى يعني نقطة ضوء يعني أشياء كثيرة سوف تلاحظها معي ينظر معي في الأولى توجد لميني توجد الكثير من لايت إفكت يعني إفكت جميلة مش إفكت لا يعني ليس تأثيرات مباشرة أن تقوم بوضعها البلور إذا رأيت تقوم بتطبيقها أكثر تستطيع أيضا تعديل عليها أوباسيتي إذا رأيت يعني تنقص فيها في الرؤية الخاصة بها تختار أشياء كثيرة تضيف يعني شعاع كما تلاحظها كذا تضعف المكان الذي تريده تقوم بإخفائه وتلطيله قليلا تغير مكانه كما تريد أخر غالي بعدها مباشرة تضغط على إشارة الصحة في الأعلى نتقوم بحفظ هذه الصورة أو نشرها على المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك بضغطة الزر واحدة هو تطبيق الرأي سوف يناله إعجابكم الآن مباشرة بعد هذا التطبيق ننتقل إلى التطبيق الثاني الذي سوف أتحدث عليها اسمه يعني جراميرلي كايبورد هو كايبورد خاصة يعني الأشخاص الذي يريد التعلم اللغة الإنجليزية جيدا أو يكتب بلغة الإنجليزية كثيرا تقوم بتثبيت هذا الكايبورد أو لوحة المفاتيح مع أن تقوم بتثبيتها تقوم بزرش يعني حتى لا يقوم بالتغيير أوتوماتيكيا فقط وبعدها تدخل مثلا لنجرب على الميساج إذا أردت كتابة الميساج تدخل إلى لوحة المفاتيح الخاصة بها وتبدأ بالكتابة مثلا لو نجرب نحن نكتب How are you يعني ونقوم بكتابتها عن طريق الخطأ يعني لنرى هل يقوم بتصحيحها أم لا مثلا هاوريو هكذا انظر الآن يبحث يخبرك بأنه يجب أن تغير الابل أو كما تلاحظ حتى تصبح هاوريو مثلا لو أخبره I am jobs يعني هي كتابة خاطئة ككل انظر معي سوف يعطيك ثنين من اقتراح الأولى أن تصبح يعني معجيسكيل والثنية Sam jobs كما تلاحظ قام بالتعديل عليها بطريقة سهلة وتقوم أنت بإرسالها تطبيق آخر اسمه V image هذا التطبيق تقوم بإضافة عليه تأثيرات صحيحة لأن هي تأثيرات وليست يعني إضافة كما كانت في التطبيق الأول مباشرة تقوم بتعديل خطأ الأولى تضغط على إشارة صحة تختار الصورة التي تريد أن تقوم عليها بإضافة التأثيرات بعدها مباشرة في الأولى إضافة التعديل على بعض التعديلات مثلا تقريب الصورة إضافة عليها الضوء يعني خفض الضوء أو مباشرة تنتقل إلى المرحلة الثانية التي تختار فيها توجد كثير مثلا هذا العصفور الصغير هذا الدخان إذا كانت على صورتك وضع أكل وضع يعني كأس من القهوة تضع عليه لتقوم بإضافة هذا التأثير عليها إذا لم يعجبك تعود مرة أخرى فقط عديد تستعمل تأثير أخر مثلا هذا العصفور تضغط إشارة الصح تضعه في المكان الذي تريده انظر معي هو عصفور يعني رائع ويتحرك يبقى هو يتحرك يعني بعد تصبح صورتك على شكل فيديو وتقوم بحفظها على هاتفك ورفعها على الانستغرام يعني بشكل جميل جدا أحبابي في اللي أنا قمت يعني بتجربتي على الانستغرام الخاص بمن أعراض أن يرى كيف يعني أصبح حتى يستطيع الدخول عبر الرابط الذي يكون أسفل هذا الفيديو بعدها تضغط على سيف لحفظه شير تو شير على يعني المواقع التواصل الاجتماعي وأيضا ساند إذا أردت إرسالها إلى شخص واحد مخصص أحبابي في اللي توجد يعني هنا يعني كما تلاحظ في إيميج تم طاب تو رموف اللوغو يعني إذا أردت إذا أردت يعني إذا نسعوا اللوغو لو كانت لديك يعني 2 دولار أو 200 دينار جزائري هذه جدا تقوم بضغط على كونتينيو لتقوم بإزالة اللوغو يعني تظهر صورة خاصة بك يعني نهائيا يعني لا وجد بها لا لوغو ولا أي شيء انظر معي ما يتضغط عليه يصبح بهذا الشكل هو التطبيق جدا رائعي يا أحبابي لا تمنى منكم أن تجربوا تطبيق آخر اسمه هذا التطبيق رائع جدا خاص يعني أن تقوم بإرسال إلى شخص عزيز عليك مثلا أخوك صديقك زوجتك حبيبتك أي شخص تريد أن ترسل إليه بطاقة تختار نوع البطاقة التي تكون مثلا من هنا أو تأتي لك كلمة كاتيغوري أو نوع البطاقة تضغط على كاتيغوري في الأسفل يعطيك الكثير من الكاتيغوري مثلا إذا أردت أن تشكر شخص أردت أن تبعثها إلى بيرت داي إلى عيد ميلاد بعد ضغط عليه تختار كما تلاحظت تختار أي واحدة منها مثلا نحن نختار صديقة تضغط عليها ثم بعدها مباشرة سوف تفتح لك لتختار يعني البطاقة أو الكارت التي تريد أن ترسلها مثلا نتجرب فقط على الأولى وأنت تختار شيء الذي يكون يناسبك دائما طبعا نحن نقوم بشرح فقط وأنتم تختار بشيء الذي يناسبك تضغط على لتقوم بإضافة الإعدادات عليها أول شيء فيها إضافة أدد فويس ميساج يعني تضغط عليه تقوم بأوكي لتفعيل خاصية الميكروفون تضغط على وترسل له رسالة تقول فيه مثلا عيد ميلاد سعيد أو يعني رسالة شكر تكون في هذا عشرين ثانية مثلا إذا قمت بالانتهاء تضغط على أدد تو بلاي من هنا تضع فوتو تختار الصورة على الفيسبوك على هاتفك أو من مكان آخر تقوم يعني بجلبها ووضعها مباشرة على الصفحة الأولى الخاصة بالكادر مثلا نحن نختار الصورة فقط عشوائية وأنت تختار أي صورة تكون هكذا تعدل عليها كما تلاحظ وبعدها تضع إشارة الصحة في الأعلى من هنا تكتب أي رسالة مثلا سوف نجرب الآن أيضا يعني بما نستعملنا هذا التطبيق من قبل نرى هل يقوم بالتصحيحة أم لا انظر معي خبرني بردي تكون هكذا صحيحة عادي جدا بعدها تضغط على إشارة الصحة إذا أردت يعني أيضا إضافة سينياتر كما نقول إمضاء تضغط هنا تقوم بوضع يعني إمضاء عليه هكذا كما تلاحظ وبعدها أيضا كالعادة إشارة الصح وبعدها تأتيك يعني الواجه هكذا تضغط على السند ماذا تضغط على السند يخبرك أنك يجب أن تقوم بفتح كونت كونت عادي جدا تفتحي كونت تستعمل أي إيميل وكلمة مرور عادي جدا إذا أردت يعني الرجوع تضغط على كلمة كانصل إذا أردت فتح إيميل تضغط على سينين هنا وتقوم بفتح كونت مثلا هكذا بعد فتح كونت يخبرك أن تقوم بإرساله إلى الإيميل فيسبوك تست تكست ميساج أو تويتر مثلا نحن سوف نجرب على الإيميل تضغط هنا وأكتب الإيميل للشخص الذي أريد أن أرسل إليها البطاقة مثلا سوف أجربه على الإيميل الخاص به ونرى كيف تظهر معنا البطاقة بعد ما أقوم يعني بإرسالها إلى الإيميل الخاص به هكذا بعدها مباشرة تختار والدات التي تريد إرسالها وتضغط على كلمة لا 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 تنتظر سوف يقوم تلقائيا أو يعني بإرسالها وهكذا يخبرك هي تمت إرسالها الآن كما تلاحظ برسوناليزي النظر إدارة استعمالها مرة أخرى نذهب إلى الإيميل الخاص به ترى تأتيك بهذه الطريقة تضغط على كلمة كليك تو اوبن بعدها إذا كانت لديك سوف تفتح التطبيق لم يوجد تفتح تلقائيا على المتصفحة الخاص بك تأتيك هكذا تجد بداخله كلمة هابي بيردي ويعني الكتابة التي أنت تستعملها أخي الغالي وأيضا حتى الإمضاء الذي وضعنا انظر معي تكون بهذه الصفحة هكذا كما لاحظت معنا أخر التطبيق الذي سوف أتحدث عليه اسمه touch controller for YouTube لا تحدثوا عليه كثير لذا التطبيق من تضغط عليه ضغط واحدة مباشرة تستطيع يعني خفض يعني الصوت ورفع الصوت وخفض سطوع الشاشة ورفعها عن طريق الديجيطال الخاص بالهاتف يعني مش اشتركها سوف تتحكم فيها مباشرة حتى الآن انتهينا من التطبيقات اليوم أتمنى أن لا تعجبك إنه لا تعجبك لا تنسى نشره حتى تعمل فائدة بين الناس وإن كانت لك أول مشاهدة على قناة مستر نور معلومات لا تنسى الضغط على زل الاشتراك والتفعيل كما أخبرتكم خاصية الجرسة لترك كل ما هو جديد في المعلومات لا أطير عليكم أكثر ماذا استبدأكم في الله بيس موسيقى 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 موسيقى